السلام عليكم حكاية حمدي ووفاء من يوتيوب إلى المحاكمة أصدرت المحكمة الاقتصادية قرارا بحالة اليوطيوب رشهير حمدي وزوجته وفاء إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإتجار في عمل بيت كوين دون ترخيص وتعضي على القيام الأسريات في المجتمع وإثار اليوطيوب رشهير حمدي جابر وزوجته وفاء ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أعلي أنهما عودتهما إلى مصر بعد غياب دام ثلاث سنوات وفاجئ حمدي ووفاء متابعيهما البالغ عددهم أكثر من ثمانية ملايين شخص على قناتهما عبر يوتيوب بإعلان عودتهما إلى مصر في فيديو حصد أكثر من 2.5 مليون مشاهدة من هو حمدي جابر حمدي جابر 37 عاما مهندس مدني تخرج من كلية الهندسة لكنه ترك مهنة الهندسة وتجه إلى صناعة المحتوى عبر يوتيوب يشارك حمدي ووفاء مع متابعيهما تفاصيل حياتهم اليومية من خلال فيديوها الترفيهيات وتحديات ومقالب طريفة مع أبناؤهما الخمسة طفلتان وثلاثة أولاد نجاحات يوتيوبية حقق حمدي ووفاء نجاحا كبيرا على يوتيوب حيث حصدت فيديوهاتهما في دبي ملايين المشاهدات ما دفعهما لمفتتاح مطعم خاص بهما يحمل أسمهما حمدي ووفاء وفي لفتة رومانسية من حمدي لو فاء في عيد ميلادها أهدها زوجها حمدي سيارة فارهة تعبيرا عن حبه وتقديره لها وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم